بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين قال الله عز وجل في محكم كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذه الآية المباركة فيها مفاهيم لا شك أن الله عز وجل لا يأمر الإنسان إلا ضمن قابليته هذه نقطة مهمة ولا يحمل الإنسان إلا ضمن نطاق أو إلا ضمن طاقته أو بعبارة أوضح فأن الله عز وجل عندما يحمل الإنسان مسؤولية يحمله بما ينسج مع كفاءته وطاقتي وقابلياته وهذه نقطة جذيرة بالملاحظة فأن الأعباء والمسؤوليات في الإسلام تتناسب دائما مع القابلية تتناسب دائما مع الكفاءة مع القدرة وهذه الملاحظة والنقطة جذيرة بالاهتمام والشيء الآخر فأن البارع عز وجل عندما يحمل الإنسان لا بد أن نعرف هذه النقطة أحبائي عندما يحمله ويأمره إنما لصالحه العبادة المسؤولية المسؤوليات العبادات في الإسلام إنما تصب في صالح الإنسان في منفعة الإسلام وفي منفعة الإنسان لذلك لا بد أن نعرف ما هي العبادة نعرف الحكمة من العبادة الحكمة من العبادات الحكمة من المسؤولية الله عز وجل عندما يأمر الإنسان بالصوم يأمره لأن الصوم في صالح الإنسان مئة في المئة هكذا هي التعليم الإسلامية هكذا هي التعليم الإلهية تصب في مصلحة الإنسان بخلاف التعليم البشرية بخلاف التعليم الإنسانية فأنها تضر الإنسان صحيح قد تنفعه في جانب ولكن تضره في جوانب أخرى ولكن التعليم الإسلامية تفيد الإنسان في كل الجوانب الصوم يفيد الإنسان في صحته في اقتصاده في هدوءه في اطمئنانه الصوم يقرب الإنسان إلى الله يقرب الإنسان إلى المجتمع وثق العلاقة كذلك الصلاة الصلاة لها جوانب مهمة ومفيدة للغاية ولكن ومع الأسف نرى أن بعض المسلمين أو بعض المجتمعات الإسلامية تتوانى كثيرا في الالتزام بل تتلكأ كثيرا في الالتزام وهذه على كل حال فالطامة كبرى ولكن عندما تأتي إلى هؤلاء الذين على كل حال عندهم القيم عندهم النظريات بمجتمعات لا تلتزم بالدين وليس لا علاقة بالتعاليم الإلهية يشوفهم والتزامهم يختلف كثيرا يختلف هم يلتزمون بالتعاليم البشرية ونحن نتلكأ في التعاليم في تمسكنا بالتعاليم الإلهية وهذا ما يدل أحباه يدل على قصر النظر قصر النظر فدعاها موجودة في المجتمع البعض يحسب أن الأوامر أن العبادة فالثقل على الإنسان تقيد الإنسان مثل بعض الفتيات أدهم فالتصور حول الحجاب يقولون أن الحجاب يقيد أن الحجاب فادغل الحجاب فالسلسلة تقيد الفتاة وهذا خطأ كبير بالعكس الحجاب يحجب الحجاب يعطي فتقيمة يعطي فتاعتبار للفتاة يعطي فتقيمة حقيقية للفتاة يعطي فتاعتبار يرفع الفتاة لذلك الفتاة المحجبة المؤمنة الطاهرة إذا تمشت وهي محجبة سبحان الله فأن الكل يحترمها حتى العاصي حتى اللي على كل حال يكفر بالله يحترم هذه الفتاة بالعكس إذا الفتاة المتبرجة خرجت إلى الشارع فأن العاصي والفاسق يمتهنها يكرهها لذلك أنا أسمع كثيرا أن بعض الذين ما عدم علاقة بالدين ما يصلون قالوا لي يا شيخ لو أنت شوفوا أن فتفتات مؤمنة متهدينة قل سبحان الله أنت ما عندك لا أصلي ولا عندك على كل حال تزام ما تحضر في المسجد قال لا قال أنا صحيح ما أصلي صحيح أنا مو ملتزم ولكن أريد فتاة مؤمنة ملتزمة محجبة هو يقول محجبة مما يدل على أن المحجبة لها أثر كبير نعم وهكذا الآية تقول يا لها من آية بسم الله الرحمن الرحيم وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين يعني واحد يسأل يقول بارع عز وجل هنا أنا في أمر وفي آية الله يقول لا إكره في الدين لهذا مو تناقض عندما يقول البارع عز وجل وما أمره إلا ليعبد يعني هنا أنا أمر وفي آية يقول لا إكره في الدين قد تبين الرجل من الغيب وفي آية لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين طيب شنه هنا طبعا هنا ماكو تناقض الله عز وجل عندما يقول وما أمره يعني هذا خطاب موجه للمسلم إلى المؤمن طالما المسلم التزم بالإسلام فعليه مسؤولية صارت هنا مسؤولية أما ذيك الآية لا إكراها في الدين لا إكراها في الدين يعني على البشرية على الإنسانية يا رسول الله لا تكره الناس على الدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء وهو أعلم بالمهتدين لا تكره الناس على الدين لا تكره الناس على الإسلام بالفعل وهذه غاية في الحرية والإسلام والحمد لله ما يحتاج إلى الإكراه الإسلام والحمد لله ما يحتاج إلى الجبر وإلى استعمال الأساليب القصرية لأنه كل علم وكل منطق وكل حكمة وكل فهم والإنسان إذا جاء إلى الإسلام وإذا التزم بالإسلام يعني معنات هذا أنه قد فهم الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يجبر أحد على الدين على الإسلام لا وإنما كان يفتح الأجواء كان يوفر الأجواء الديمقراطية يوفر الأجواء المشبعة بالحرية وبالتالي يأتون ويستنشقون الإسلام وأنا أقول لكم أحباي أيها المشاهد الكريم أن الأجواء المعبقة أو الأجواء المعبقة بالحرية المشبعة بالحرية هي اللي تفتح القلوب وتفتح العقول وتفتح الأبصار أما الأجواء الملبدة بالغيوم غيوم الشك والغيوم القساوة والإكراه والإرهاب لا تفتح القلوب أبدا لا تفتح الأبصار ولا تفتح القلوب يقول الدكتور طاه حسين يقول أن أجواء الحرية دائما فيها الإبداع ودائما فيها الأفكار النيرة وبالفعل لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوفر هذه الأجواء في المدينة وهذه الأجواء المهيئة كانت تجدب حتى أقسى القسات أنت لاحظ نصارى نجران جاء حتى يحاجج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان في المسجد روح له الفداء فجاء علماء النصارى نصارى نجران بملابسهم ودخلوا المسجد هذا المكان الطاهر دخلوا المسجد شوف الحرية فقام رسول الله يا الله قام رسول الله في استقبالهم ثم استقبلهم وأجلسهم وتوجه إليهم وثم حاججهم ولكنهم على كل حالة صروا على نادهم وهذا ديدن البعض عندما أنت تكشف له الحقيقة حتى يؤمن لا يعتز بإثمه وهاي حالة سيئة عندما تكشف له الحقائق بدل ما يؤمن بها يكفر بها مثل أكو مذهب متكبر متعجرف عندما تكشف له الحقائق يتعنى تكثر فدعه وتركه الله حز وجل يقول وما أمره إلا ليعبدوا الله لاحظ يعبدوا الله ما يعبدون الشخصية أحنا ما عدنا عبادة الشخصية أحنا ما عدنا الصنمية وإنما العبادة لله حز وجل العبادة لله خالصة لله أخلص العمل لله أعبد الله حز وجل أيها الإنسان إذا تعبد الله حز وجل فأن الله حز وجل يذلل لك كل شيء كما في الحديث يذلل لك كل شيء ويعطيك القوة الكافية حتى لا تتكل على فلان وفلان علينا أن نقول علاقة بالله علينا أن نعتز بالله علينا أن نقول علاقتنا بالله الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه دائما كان يقول علاقته بالله عندما كان يذهب إلى الصلاة وأنا وصي إخواني وصي نفسي علينا أن نصلي صلاة واحدة فقط في حياتنا كصلاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما أقول اثنيا أقول صلاة واحدة نصلي كما صلى أمير المؤمنين وإذا صلينا كما صلى أمير المؤمنين فأننا نأخذ القوة الكافية لمجابهة أعتى العتات وأقصى القسات لذلك الإمام صلوات الله عليه عندما كان يصلي كان يخلي البارع عز وجل بين عينه وفي كل عمل كان يخلي البارع عز وجل بين عينه ولا يلتفت لفلان وفلان ومما يحز في النفس أن أكو مظاهر الآن ظهرت أكو بعض الناس بعض المؤسسات ما أقول الكثير لا البعض بعض المؤسسات تنظر إلى رضى الناس قبل أن تنظر إلى رضى الله عز وجل تنظر إلى على كل حال إلى عيون الناس قبل أن تنظر إلى عين الله عز وجل تنظر إلى على كل حال إلى فلان وفلان قبل أن تنظر إلى الله عز وجل هذا باطل العمل باطل هذه يسموه رياء ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الأذى الرياء كما في الآية المباركة ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلص يعني طاهر ما علي شائبة شائبة الرياء حب الدنيا هذه ما تفيد هذه ما تنفع أبدا في الحديث يا بني آدم اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير عليك أن تخلص العمل لله عز وجل حتى لو كان قليل ما عليك بالكثير الإمام أمين المؤمنين صلوات الله عليه ماذا أعطاه لاحظوا الآية بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه على حبه الضمير يعود إلى الله ما على حب الناس على حبه يتيمة بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة إنما تأكيد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة لاحظ البارع عز وجل في هذه الآية هو الذي كشف عن حقيقة العطاء الإمام ما قال أن أعطيك لوجه الله الآية تنطق بذلك المفسرون بأجمعهم يقولون أن الإمام عندما أعطى ما قال أن أعطيك لوجه الله وأنما البارع عز وجل هو كشف هذه الحقيقة حقيقة العطاء وبعدين جاء بالتأكيد الثاني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ماذا أعطى الإمام أعطى خمسة عشر قرصا من الشعير وليس من الحنطة كما تؤكد روايات ولكن أعطاها لوجه الله عز وجل فنزلت أعظم سورة في أحق آل البيت سورة الدهر أعظم سورة يقولون لأن البارع عز وجل بشرهم بهذه في هذه الآية وفي هذه السورة بالجنة هم المبشرون بالجنة بنص الآية وباتفاق المفسرين أن هذه السورة نزلت في المدينة وفي حق آل البيت بعدين أحبائي الإخلاص الإخلاص أن أؤكد على هذه القضية على هذا الخصلة الإخلاص الإخلاص يعني العمل الجيد العمل المتقن العمل اللي يبتغ الإنسان وجه الله في خدمة الناس وبعدين في خدمة البارع عز وجل لا تلتفت إلى فلان وفلان في عملك أول مرة لابد أن تنوي هذه النية مفيدة ومهمة لابد أن تعقد النية في قلبك أن هذا العمل في البداية أن هذا العمل أنا أقوم به إنما لوجه الله عز وجل بسي بعدين أتيك الشيطان مو مهم المهم في البداية لابد أن ها تسر هذا الشيء وتعقد العزيمة وتعقد النية على أن يكون العمل لله عز وجل ويكون مبارك حتى لو كان قليل العمل مبارك حتى لو كان قليل مو مهم الكثرة الكثرة مو هي المعيار أبدا مو فيد شيء مهم الكثرة عند البارع عز وجل وإنما الشيء القليل الشيء القليل الشيء اللي نابع من القلب نابع من الأخلاص هو هذا كافي الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلمة الطيب شو والعمل الصالح يرفعه ما قال عمل الكثير إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه أي عمل قليل والعمل القليل هو الزيان مبارك يكون لاحظوا ربما كلمات كلمات تغير كلمات عمل بسيط تغير إنسان عاصي وكان عنده ابن هذا الابن كان مؤمنا كان متدينا والأب كان عاصي والأب كان فاسق مات الأب وسبحان من لا يموت ولكنك واحد يموت وينقطع عن هذه الدنيا يروح انتهي تنطوي حياته ولكنك واحد يموت ولكن بعد باقي في الحياة بالذات إذا خلف أثرا طيبا إذا خلف أثرا عاليا وخلف هذا الرجل أثرا طيبا تمثل في الولد الصالح وهو امتداد امتداد فتوفى الأب الولد ما يعرف الصلاة ذهب إلى إمام المدينة طلب منه الصلاة على أبيه قال لا أصلي على أبيك قال سيدنا هذا أبي وبعدين أنا ميسر أدفنه بدون صلاة قال لا أنا لا أصلي على أبيك قال ليش لماذا لا تصلي على أبي بعدها قال تيد الصلاحة قال له يتفضل قال كان أبوك على كل حال فاسقا عاصر أنا ما أصلي وإذا أصلي علي يقولون الناس هذا يتواطع فشوف غيري قل لي أنت مصر قل لي أنا مصر أنا ما أصلي على أبيك فرجع الشاب منكسر الله يساعده على كل حال جاء للشاب نظر إلى والده وهو مسجى يا الله وهو مسجى ينظر يلتفت يمين شمال شاب ما أكو أحد لأنه دفنه لا يجوز ما يصير لأنه الصلاة واجبة وبعدها تحير وعندها التقى بإنسان نظر إليه شاب هذا خوش إنسان فتوجه إليه قال يا فلان أنت تعرف صلاة الميت يقول هذا الإنسان رق قلبي لهذا الشاب شفت شاب مؤمن متدين طيب ومحتار وسألت قلت لهذا منه قال هذا أبي يقول انكسر خاطري قلت له نعم أنا أعرف الصلاة صلاة الميت قال الحمد لله الآن فرجت عني وهم راح فوقف هذا العراب وتمتم بكلمات تمتبه بكلمات بعدها قال يا فلان ارفع الجنازة واتفنها فجاء الشاب مع أقرانه ثم دفن الجنازة ورجع إلى بيته متأثر متألما وعندما نام رأى أباه وهو يرفل بالنعيم وقد لبس الثياب البيضاء هناك ملاحظة لباس أهل البرزخ تكون بيضاء وحالته زينة يعني هوش مكان زين أما إذا كان طبعا لباس أهل الجنة لباس أخضر أما لباس أهل البرزخ لباس أبيض فتوجه الفتاة الشاب إلى أبيه قال أبي أنت في مكان جيد جيد ما الذي جاء بك إلى هذا المكان أنا ذهبت إلى عالم المدينة وقال لي أنا ما أصلى على أبيك لأنه كان فاسقا تجابك إلى هذا المكان قال بني أعلم أن الصلاة الأعرابي هي التي نفعتني قال ماذا أقال قال قل واذهب إليه واستعلم منه وبعدها بكر هذا الشاب وفتش عن هذا الرجل وبعدها التقى به سلم عليه قال وعليك السلام بني قل له أنا أشكرك جزاك الله خير على هذه الصلاة والبارحة رأيت أبي وقلت له ما الذي جاء بك إلى هذا المكان أبا أنت فاسق قال عجيب قال نعم ولكن وجدته في مكان في جنان قال سبحان الله فسألته قلت له أبا ما الذي جاء بك إلى هذا المكان قال لفعتني صلاة الأعرابي فبالله عليك ما الذي قلت وكيف صليت على أبي حتى أنقذته قال أعلم بني أعلم فلان أنا ترى ما أعرف صلاة الميت ولكن كسر خاطري لك أنت شاب وأبوك ميت فتأثرت قال لي ماذا شون صليت قال وقفت وقلت هذه الكلمات قلت الله أيها المشاهد لاحظ هذه الكلمات خليها في بالك وفي قلبك لا تنسى قال العرابي قلت الله إذا كان هذا الإنسان الميت قد وفد إلي فأنا كنت أكرمه وكنت أضيفه فكيف وهو جاء إليك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين الله أكبر كلمات يا لها من كلمات وفدت على الكريم بغير الزاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان نفوذ على الكريم كلمات هي ولكن سبحان الله غيرت مصير إنسان إذن هو المعيار أحباي المعيار في النية المعيار في الإخلاص لله حز وجل وعلينا أن نخلص العمل لله حز وجل وعلينا أن نطقن العمل علينا أن نتعلم أنا دائماً أقول سبحان الله ملاحظات حتى أخدم حديثي أقول أنا ما حاير إذا أستشهد بسلوك الغرب أخاف أثر على الشباب على المجتمع ولكن ماذا أصنع ماذا أصنع لابد أن أستشهد بسلوكهم حتى نتعلم حتى نتأثر تدري الإخلاص في الغرب في أعلى صوره في أجمل صوره تدري هاي الحالة في الغرب في أبهى صورها يتقنون العمل جداً شوفت البضاعة اليابانية لأنهم أخلصوا في عمله هي الأولى في العالم الكل يرغب إليها الكل يحتاج إليها ولكن تعال شوف بضاعتنا تعال شوف صناعتنا لأنه على كل حال ممتقنة تشوف أنه لا قيمة لها أبداً وما حد يدور عليها والشيء الملفتن النظر أنه يوجد بضاعة الآن في الأسواق بضاعة من دولة أجنبية بضاعة جيدة ومرغوبة وفلان اللي عندنا مصنع كذلك نصنع هذه البضاعة هو يعرف أن هذه البضاعة الأجنبية مطلوبة ولكن عليه أن يفكر بدلاً يفكر أن يحسن مضاعته وصناعته لا صناعة سيئة سبحان الله صناعة سيئة وغير مرغوب فيها والمفوض من هذا الإنسان اللي عنده هذا المصنع ويصنع هذه الصناعة ينافس لا يتقول فلذلك فليتنافس المتنافسون أو لا يصنع فالصناعة ردية ما دي شون معايير هاي ما عدنا خلاص في عملنا ما عدنا خلاص في عملنا مع الأسف أنا ما أقول كل بس هاي فالظاهرة طافحة لجان المفوض تأتي وتفتش عن البضايع تفتش يأتي رئيس اللجنة إلى مكان حتى يفتش بإخلاص ولكنه مع الأسف يعطيه مال يرشيه بثمن بخس فيغض النظر يقول له بارك الله فيك روح هذا حرام لقد أخذ حراما وسحتا والحرام يروح إلى الحرام إلى المكان الحرام ما الحرام وين يروح إلى المكان الحرام وما الحلال إلى الحلال نسأل الله حز وجل أن يجعلنا من المخلصين وأن يجعل عملنا إخلاصا لله وحبا لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة